بينما واصلت الوفود اليمنية المشاركة في المفاوضات الجارية بدولة الكويت مباحثاتها بشأن مقترحات الحل الشامل للأزمة عقدت لجنة الأسرة والمعتقلين اليوم جلسة لبحث مساودة اتفاق لحل قضية المعتقلين في سياق مشاورات السلام اليمنية الجارية بالكويت وبناء على جلسة أمس عقدت لجنة الأسرة والمعتقلين اليوم جلسة لتقديم ممثلية لوفود المشاركة لفادات الأولية بشأن الأسماء التي تضمنتها القائمات التي تم تبادلها بهدف الإفراج عن مجموعة من المحتجزين قبل حلول شهر رمضان المبارك كما واصلت اللجنة بحث مساودة اتفاق مبادئ مقترح لحل قضية المعتقلين على المدائين المتوسط والطويل وبالتوازي واصل مبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد مشاوراته مع وفود الحكومة وعنصر الله والمؤتمر الشعبي العام لبحث خريطة طريق لحل سلمي شامل وبالورة ضمانات لتنفيذ الحلول والمقترحات التي يتم التوصل إليها وكان المبعوث الأممي قد دعا في بيان صدر أمصر طرف اليمنية لتقديم تنازلات ووضع المصلحة اليمنية فوق كل اعتبار بعيدا عن معادلة الربح والخسارة ووضح ود الشيخ أحمد أن التقارير القادم من عدد من المناطق اليمنية تشير إلى حجم المعاناة في ضوء عدام الخدمات الأساسية مشددا على ضرورة أن تشكل هذه المعاناة حافزا للتوصل إلى حل شامل وسريع للأزمة وفي سياق المتصل التقى ولد الشيخ أحمد اليوم الأمين العام لمجلس تعاون الخالجية الدكتور عبداللطيف الزياني لبحث سير المشاورات اليمنية ونقش ود الشيخ والزياني مستجدات المشهد اليمني ومسار المفاوضات والجهود العربية والأقليمية والدولية في هذا الشأن